موسيقى انت ضايف عزيز على البرنامج وعطول يعني في اسئلة صعبة من حب نسألك عنها وان شاء الله يكون في عنا اخبار حلوة فرح بلش معك اول شغلة عن رضاك عقلية تثبيت سعر صرف الليرة بالمرحلة انا عندي موقف تاريخي من تثبيت سعر الصرف موقف مناهض ومعارض معروع المرتاح مبسوطة لانه لا قالك ليش ما راح تكون مبسوطة بعدين لانه نحن اقتصاد حر وبالتالي نحن اقتصاد سوق وليزم يكون في اسواق بكل الانشطة وبكل مجالات الانشطة كلها مما فيها ثمن النقد يعني سعر النقد يلي بيحدده سوق النقد وتمن قيمة العملة تجاه العملات الاجنبية اللي بيحددها سوق الصرف تثبيت النقد يعاكس تماما مفهوم نظام اقتصاد السوق هو عكسه تماما بالتالي كلفته كتير عالية لانه في قاعدة نقدية اساسية بتقول انه اي مصرف مركزي مهما بلغت احتياطاته التي يملكها ومهما بلغت قوة اقتصاد البلد الموجود فيه لا يمكن ان يستمر طويلا في تثبيت سعر صرف عملته المحلية ازاء العملات الاساسية الدولية العالمية هذه قاعدة نقدية اولية اذا بدنا 93 لليوم نحن ماشيين بتثبيت النقد ولا نزال صيرفة ما هي غير استمرار لسياسية تثبيت النقد ولكن كان مثلا ال 1500 دامت طويلا ولكن كلفته كانت باهضة طبعا باهضة الاسعار اسعار صيرفة اذا ملاحظ ما كانت عم بتدوم طويلا يعني كل سعر كان عم بدوم بضعة اسابيع ثم يتغير بمعنى انه يرتفع ليش كان عم بيرتفع ليش انت يقترب من السعر الحقيقي في السوق الحقيقي يلي بالنتيجة هي ارادة الشعب السوق الحقيقي تعكس ارادة الشعب بينما تثبيت النقد يعكس ارادة شخص ومؤسس من الاقوى شعب ارادة شعب او ارادة شخص ومؤسسي يعني حاكم بنك مركزي وبنك مركزي اكيد الشعب عنده قدرة اكبر بكتير وارادته اقوى بكتير وسلوكه افعل بكتير من اثنين حاكم ومؤسسي يلي هو بنك مركزي لذلك خليني بس الفكرة كملة انه كل اسعار صيرفة كانت محطات للاستمرار بسياسة تثبيت النقد وصولا اليوم الى تسعين او الواحدة وتسعين الالف يلي هن ويلي عم بكلفونا يوميا بين المية وثلاثين ومية وخمسين مليون دولار تدخلات يعني عرض دولارات في السوق من رصيد اموالنا في البنك المركزي اموال مدعين في البنك المركزي لانه هو ما بيملك احتياطات يمكن بيملك له شي بسيط لكن الكم الاهم هو للمدعين احنا بنعرف كين نسوي طب هلا هون هالمصاري اللي مع البنك المركزي رح ينزد له عملية في غرفة المقاصل هتصير بقلب لبنان هلا بالدولار معقول يكون في خطر على يوم كمانه على شو؟ يعني على المصريات الفرش اللي رح تتم مقاصطها عند البنك المركزي هلا لك شوي لما المنك المركزي بيقرر انه في دفاتر شكات جديدة لي الحسابات الجديدة المفتوحة بالدولار الجاهز هادا شو يعني ماذا يعني ذلك؟ هادا يعني هادا تنكر يتنكر لوجود كان مئة وعشرين مليار دولار بالدولار وخمسة وثمانين مليار دولار باللبناني مقومة بالدولار على اساس دولار وقته 1500 ليرة يعني عم بيتنكر لهم يعني عم بيتجاهلون طب ايه بس هوا المساري اللي فراش نعم فضل معقول يكونوا هن كمان بخطر لانه رجوع على ايد البنك المركزي هلا تقل لك بعد بكير نحكي عن خطر او غير خطر على الاموال الدولارية الجاهزة بعد بكير الكلام على ذلك ولكن انا بقدر اقول لك شكل انه الاحتياطات ما يسمى احتياط على خطأ الانوان منه احتياط كلمة احتياط يعني عملات صعبة يملكها البنك المركزي الاحتياطات التي يتكلمون عنها ويتكلم عنها حضرته هي ليست احتياطات هي رصيد اموال الملعين لديه يلي تم اداعه من قبل المصارف التجارية فإذاً هذه الاحتياطات عم تضاءل كثيراً كثيراً في درجة انه بآخر تعديل لتعميم ميه وثمانة وثمانة وثمية مية وثمانة وثمانة وثمسين صحيح يقول انه من الان فصائدان فيه تلتميه دولار ما بقى فيها أربعمية دولار طبعاً 400 دولار حق مكتسب بيستمر بقبض 400 دولار ولكن بداية من تاريخ معين بيصيره 300 دولار وبنلغي الشق الآخر يلي بالليرة بس هذا مش اكرار انه هير كات عمالك عمالك يا محلى هذا الهير كات المحدود عند هير كات تاني لتبع المية واحدة وخمسين يلي بيبدأ استعداده بانه بيشتري كل الودايع بالدولار على اساس دولار 15000 ليرة مع ثقف 1650 دولار شهرياً علماً انه مؤخراً صدر قرار على ميسور الدولي يمنع شطب ودائع هذا شطب ودائع هذا الشيء اللي عمله بالمية واحدة وخمسين التعديل الاخير للمية واحدة وخمسين شطب او منه تعديل استمرار تطبيق المية واحدة وخمسين لغاية اخر السنة هيدا الشطب للودايع وهيدا مخالفة فاضحة للقرار الاخير المنتخز من قبل مجلس الشورى الدولي يعني سياسة الاستمرار بطباعة الليرة اذا بدك لا يشتري مما يلد الدولارات المضيعين وبنفس الوقت عم يشتريه على السعر اقلبي كتير من السعر الحقيقي مستمر عند البنك المركزي بالرغم من رأي ملك المية واحدة وخمسين مستمر هلا المية واثمانة وخمسين قلتلك تلاتمية دولار هيدا انتبه تلاتمية دولار مرفق بشو بانه يا ابنوك انتو بتكون تمولوا هالمسألة هيدا هذا التعميم حتى من سيولتكم الخارجية يعني السيولة الخارجية هي عملية ما تملكه المصارف من ودائع لدى البلوك المراسلة هيدا هاي سيولة الخارجية واللي بتملكه عن البلوك المراسلية ما انها هيدا هي السيولة الخارجية الأساسية انا كانو شو EL? شو عم بيحكي يعني هيدا ممكن يأثر لاحقا على فتح الاعتبالات على الاستيران على امكانية الاستيران متى لا ونحن وصل عندنا مشكلة مع البنوك المراسلة ما مش راضين ابدا نعم انه جاي يقول حتى من السيولة الخرجية. هالبنوك Lipi يعني شوف يها عند �وة سيولة خرجية لدى البنوك المراسلة ؟ شوف يها عنده في عنده الحسابات الخاصة لأصحاب المصارف بس هيده ملأ عليها هيده ملأ عليها طب هم بدي أرجع لقصة تثبيت السعر فيه بسنة 85 صادر رأي عن هيئة التشريع والاستشارات حسم فيه انه لا شيء اسمه السعر صارف رسمي بلبنان وقته من بعد الواحدة وسبعين وأمريكا طلعت عن معيار الدهب كلية وصار فيه خضة حسمه انه حتى المادة اتنين من قانون النقد والتسليف بس تحكي عن مغطات بالدهب شيء ما قالوا عليها بسعر صارف الرسمي ونحن ما عنا سعر صارف رسمي وبعدها ماشي الحكومة من ميلي بسعر صارف الرسمي وبالإصرار على تثبيته من من 93 لحد يتهلق شو المغزق شو المربح منه للحكومة يعني اليوم النص القانوني بيقول هيك المجلس شراء هيك التشريع والاستيشارات بتقول هيك الشعب اللبناني هلأ شرحت لنا انه الموضوع عم بيقزي شو الهدف؟ شو الهدف من؟ اسقاط لبنان ميليا اسقاط لبنان ميليا بفو طب ووصلوا للهدف تحقق هذا الهدف سأن مش مفروض الحكومة يسمى البلد مخور سيدي؟ سمح لي شو ما بتلاحز انت ما بتحس ما بتشعر انه هدا الشخص محمي مش محمي داخلياً محمي خارجياً أو أنا غلطان تبي تبي كلهم محميين لا 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 تبي لا لا محمي خارجياً إنه شخص بالفعل فرّط بمئة وخمسة وثمانين مليار دولار فرّط فيهم القضاء بعد الدول الأوروبية تحرك تعرف القضاء هونيك سلطة مستقلة تماماً عن السلطة السياسية تحرك بس ما قدر يعمل شيء انتربورت تحرك بس ما قدر يعمل شيء يعني بيّن بالنتيجة انتبه بيّن بالنتيجة إنه القضاء المحلي هو الأساس هو الأساس إلا إذا تشكلت قوة دولية وأرسلت من أجل القضاء على مرتكب معين وإحالته إلى محكمة العدد الدولية لكن هذه بتصير بحالات جداً 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 استثنائية ومحدودة في بعض ذكير وأساء دول إفريقية انبعتت لهم يكون في مشازر انبعتت لهم آي قوة دولية من شان تطلق الأفضل عليهم وقوحيله إلى محكمة العدد الدولية بس هذا منه يعني ما فيه ما فيه ما فيه حتى الفكرة إيدي غير ويرد عمتين معناتها معناها شو عم تسألني أنت شو الربح منه الربح إنه أسقط اللبنان المالية وهذا ما هو مطلوب كان منه هذه السياسة السياسة الخارجي تماماً بعد مرة عن قواعد اقتصاد السوق وعن نظام اقتصاد الحر اللي بنص عليه الدستور اللبناني يعني خلنكون واقعيين هادي الحقيقة كما هي ما بقى نقول ما بقى نقول غير هاك ما بقى نقول إنه نسبتنا النقد وكلفة تسبيت النقد والكهرباء كلفتنا وما بعرف مين كلفنا لا لا والمصارف والمصارف أصحاب المصارف وقعوا بهذا الفخ فخ شو فخ الأرباح السهلة بواسطة شو بواسطة الفوائد الغير منطقية وقعوا بهذا الفخ عملوا هنه ثروات شخصية مهمة جدا لكن على حساب شو؟ على حساب شركات المصرفية وعلى حساب الأمانة التي أعطيت لهم من قبل المدعين سلامي كأنه أطلق على رؤوس مليون ومئتين ألف مدع أطلق رصاصات قاتلة على رأس مليون ومئتين ألف مدع هنه أكتر شوية هالشوية الأكتر يلي هنه بين ثلاثين وأربعين ألف هوا دي تمت مساعدتهم من أجل تحويل أموالهم إلى الخارج بالأزمة دكتور بتضلك تسأل بتضلك أنت عم تشرح تقول أنه هيدا مخالفة لقواعد السوق وهل السياسات مخالفة لقواعد السوق يعني بفهم أنك أنت بتختلف مع معظم السياسيين يعني اللي بيقولوا بلبنان مشكلته هو أنه السوق حر لا بالعكس أنا ما أعزلهم أنا بالعكس أنا ما حريت السوق يعني أنت بتعتبر أنه بلبنان ما في سوق حر شو يعني التسبيت التسبيت شو يعني إلغاء السوق الحر شاي؟ ما هذا سؤال يعني بفهم منك أنه ما بتوصف لبنان بالسوق الحر الفعلي أنا ما بوصف لبنان أنه لبنان طبق بالمجال النقدي نعم وبالمجال سعر الصرف نظام اقتصاد حر كما ينص عليه الدستو هذا اللي بعتبره فيه عندنا نظام اقتصادي حر مثلا بسوق المفروشات مشاي؟ بسوق الخضاء بس بسوق الكهرباء معنا؟ بسوق الملبوسات بسوق ما بعرف شو كل أسواق القطاع الخاص هي أسواق حرة يعني تخضع لقواعد العرض والطلال مشاي؟ والدولة ساهرة على مستويات الأسعار ومفروض بها أن تكون ساهرة على مستويات الأسعار وأن تضمن حد أدنى من المنافسة لأنه كمان اقتصاد الحر يفترض وجود منافسة قوية جدا لمنع الاحتكار وإلا تعرف الإنسان جشع بطبيعته بدك أنت تحد من جشع الإنسان بواسطة شو؟ خلق منافسة قوية داخل الأسواق لتكون هالمنافسة على النوعية وعلى السعر وهي دا خدمة لمين؟ خدمة أولا لنسبة تضخم المعتدلة وحتى المتدنية وخدمة أيضا لمصلحة المستهلكين ومصلحة الناس ومصلحة المجتمع بيقول ميلتن فريدمن أنه أظبط طريقة لنكافح الاحتكار لنفتح مجال التجارة عبر الحدود نحن عنا المرفق من أسواق المرافق على المتوسط والإجراءات الجمهورية من أسواقه وحتى إذا ما نحكي عن الصناعة المحلية عنا الدولة محتكرة الكهرباء محتكرة حتى الماء والترخيص الصعبة هل فعلا نحن عنا منافسة جدية قدرين نعوّل عليك؟ نحن مفترض بنا أنه يكون عنا منافسة الشي اللي عم بتقوله صحيح ما لازم نبالغ بتحديد رسوم جمركية يعني نعمل نوع من الحماية الحماية يعني الحماية المفرطة جمركية كمان ما لازم نفتح حدودنا كما هو حاصل حاليا مع متوسط جمرك خمسة بالمئة على المستوردات يعني لا خمسة بالمئة ولا خمسين بالمئة كنا تقريبا بمعدل ثلاثين بالمئة وكانت مهمة وكانت جيدة وكانت عم تحمي عقلانيا الصناعة المحلية لأنه عم تحمي اليد العاملة داخل هذه الصناعات لأنه حصة أو كلفة اليد العاملة في الكلفة الإجمالية للإنتاج ما بتتخطى ثلاثين إلى خمسة وثلاثين بالمئة فإذا إذا بدنا نحكي بفلسفة السياسة الجمركية والحماية الجمركية هي أولا حماية اليد العاملة المحلية داخل القطاعات الخاصة المنتجة هيدا نحنا بحطينيه على جنب وسنة الألفان صار في خفض دراماتيكي ارتجالي للجمرك إلى متوسط خمسة بالمئة هيدا معدة منافسة مطلوبة هيدا صارت منافسة متوحشة وبالتالي تسببت بإقفال الكثير الكثير من الصناعات وقتها وقتها لأنه أنا عم جاوبك على تساؤلك حول المنافسة إذن المنافسة تفطر تشوف انفتاحا على الخارج تبه ولكن مش فتح حدود في فرق بين الانفتاح وفتح الحدود فرق كبير بيناتهم أنا مع مفهوم الانفتاح الاقتصادي هيدا يلي بيعزز المنافسة نحن محفزين أكتر نزيد انتجيتنا ونزيد نوعية انتجنا ونزيد إلى آخره ونخفض أكلافنا فنقدر ننافس بالأسواق الخارجية أما نفتح حدودنا خلص انتهينا يعني لأنه عندك دول كلفة اليد العاملة فيها تقل بكثير عن كلفة اليد العاملة في لبنان مش عم بيحكي عن هلأ عم بيحكي عن قبل طيب لان نرجع لحديث الساعة يلي هو بيان نواب الحاكم نعم قراءتك لألوكا ونوم مصر في المركز هو تخصصك خليني 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 خلي رأي العام يفهم شيء عقائق الحاكم ونواب الحاكم لا يخضعون لقانون الوظيفة العامة يعني منهم الموظفين هن متعاقدين وبالتالي هن منهم خضعين لنظام التقاعدة منهم ما بتقاعد من بعد ما يتركوا في عندهم سنتين ممنوع يشتغلوا خلالها بأي مصرف لألا يكشفوا عن معطيات ومع اشياء يعني ما لازم يكشفوا عنها وهيدي بعوضون عنها خلال وجودهم تواجدهم في السلطة انطلاقا من انه هودي كونتركتويل يعني هودي متعاقدين من الموظفين في رأي بيقول انه الحكومة تقدر تعين متعاقدين هلأ ما في شي بالقانون بيقول الحكومة يجب ان تكون حكومة كاملة صلاحية او غير كاملة صلاحية ما في شي يعني بيحكي عن هذا الموضوع هيدا عم بحكيك انا من الناحية العملية القانونية لكن في رمزية هون الرمزية شوي انه قسم اليمين بيتم دايما امام رئيس الجمهورية يعني تعرف نايب الحاكم ونواب الحاكم بده يقسموا يمين شاي اه قدام مين قدام رئيس الجمهورية هلأ كمان في رأي بيقول هون انه نحنا لما في مانع بنعينوا هالمتعاقدين هوندي ولم يصير فيه رئيس جمهورية بروحوا بيقسموا يمين قدامه وحتى هذا الرئيس جمهورية على البيان صحيح هلأ هل هذا نوع من الضغط يمارس على من يرفض انه حكومة تصريف اعمال ان تنضي قدما في تعيين متعاقدين ان كان حاكم او نواب حاكم وانه اذا مضبطت المسألة لابد ما انه الناي بالاول هو يستلم منعا للفراغ هاي دي منعنا ننتظر لا ياخد تموز نعرف فعلا نقرأ فعلا النواية كما كانت نعرف كيش كان كما كانت عليه هون يوم الصدور هذا البيان على سيرة كانت بمقابلتك السابقة وقتها شرفتنا كان كنت عم تقول انه باخر تموز في خطر يعني فيه شي رح نشوفه يمكن يكون ما نقدر نحمله بسهولة يعني حذرت وقتها من اخر تموز ما بدي ما بدي اقول يعني عم بعطيك بشكل عام ما بدي تجن عليك بالحرفية ولكن كانت باخر تموز نقزين من اخر تموز تقل لك ليش هلأ قربنا ع اخر تموز تقل لك ليش رح اقل لك ليش وبعد نقزين يعني بعد النقزة موجودة انا خايف من جدية هذا البيان انه هذا البيان ان يكون فعلا بيان جدي مش تكتيكي جدي يعني ما يكون في عنا جدي جدي انه جدي لا انه الجماعة بيجوا يقولوا انه شو ما في غيرنا نحنا بساحة المعركة طيب انتوا شو عم بتعملوا وين الاصلاحات وين 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 الاخرية ما في غيرنا بيبيانه وبالتالي قالوا اما بتجيبوا حاكمة هو يتحمل المسؤولية او نحنا بدنا ناخد موقف اخر معقول لكي حاكمة تحمل المسؤولية بس خليني اكمل الفكرة اذا كان هذا البيان جدي تعرفش ماذا يعني ذلك ما بدو انه المسألة تنفجر بوجه انا قلبي احط صريحاتي ربما هذا الحاكم عندما يغادر باخر تمومز حيشنجل معه اخر دولار ويمشي اوف اعمل لك اعمل لك اذا كان هذا البيان جدي انا لما قريته لاحظة ياخد معه اخر دولار ويمشي يعني انا ياخد دولار ويمشي مع انه بقى في احتياطات يعني هلأ راما مشوفها مش مزبوطة بتكون تسع مليارات صلوا سنتين بيحكوني بتسع مليارات بس سنتين ما عملنا شي ولك صايرة فاوحدة ادي صارت بستنزفة عم يتحكوا عامين ما هو عم يقول انه مش هو بس بيقوله عم يجي مصارم نين عم بيجي مصارم نين نين هيك عم يقوله كل اقتصادنا اليوم 14 مليار دولار كان اقتصادنا 185 مليار دولار ودايع بالبنوك بس مع الاسف بدل ما الودايع هذه تتحول الى قروض منتجة للخطاع الخاص راح تتحولت الى قروض للبنك المركزي يعني ودايع بالبنك المركزي وقروض للدولة انا بدي لك شايلة كمان اخطأ كتير اخطأت المصارف جدا واصحاب المصارف اخطأوا كمان ولو بس عم بيقولك وقعوا بيفخشوا الربح الخاص منه الربح السريع الربح الكبير والسريع الربح الكبير قال ليلي هندسات مالية ربحت القطاع المصري في 5 مليارات و700 مليون دولار دفعوا عليها وقت ضريبة ارباح 17 مليا 800 مليون دولار بتتخيل انت عملية واحدة اسمه هندسات مالية هندسة مالية ربحت الخطاع المصري في 5 مليارات و700 مليون دولار ادي يا استاذ الكريم بك تشتغل انت ولادك واحفادك وعائلتك واهلك وجيرانك وحيك وحتى مجتمعك كله هلا حسب الله كريم بس بس يعني اذا فلوا يعني هون هلا فيه نقطة كأننا عتلانين هم انه يفلوا ما يكون في من يستلم محل الحاكم هلا عم تقلنا يمكن ما حدا يستلم محل الحاكم لانه الوضع اسوأ اذا جدية اذا هذا البيان جدي انا بقول لك اي خطر كبير في فراغ اه طبعا فراغ وهذا الفراغ نتيجة انه في وضع اسوأ من اللي نحن عم نشوفه انه فراغ نواب حاكم كلهم اربعتهم مش انه اثنين من اربعة ثلاثة من اربعة اربعتهم ماضين واضحين هلا اخر الشهر متبين اذا تكتيك بيجي المنصورة بيستلم الحاكمية اذا كان بيان تكتيكي بيستلم الحاكمية اما اذا بيان جدي بيفرح يفل له رح يفل له وساعتها الحكومة بده تفوت في شو بكلاش مع مين مع المعارضين لها ولي تعيينه لمتعاقدين بعد مرة مع انه هي بتقدر تعيين المتعاقدين بس في من يريد رئيس جمهورية يعني هنه بيعتبروا في يلي معارض هالشي هدا مع انه ممكن ولكن ليش في معارضة لانه بسبب الرمزية انه يا اخي انه اذا انت جيت في مجلس وزراء وفي مجلس نواب وفي سر طاقم لحكمية البنك المركزي وفي مجلس عسكري اه اكتمل العقل شو بنا برئيس جمهورية شو بنا بنتك برئيس جمهورية تبه عم بحكي انا بلسان المعارضين هلا بكر ميل هيك لازم يكون في فلزلك المعارضين بيقولوا لا الحكومة تصريف اعمال ما عنده الصلاحية روح لهم لا روح لهم ايه روح يعني مش نهيك انا من فترة قلت انه اخر تموز نعم مرحلة خطرة ماليا على لبناء طيب اذا اعتبرنا ان احنا قطع القطوع على خير نعم بس كيف اعطيني انت السيناريو طبعك تشوف كيف الخير لا السيناريو طبعا قطع على خير هو انه شباب نسلوا على المجل منصوري بده ياخد بده يسترم العاكمية حلوا بطريقة يعني ما في غيره ما في غير حال اذا بدك الحل الانسب هلا انه منصوري يستلم الحاكمية هيدا الحل من هلا لايجا رئيس جمهورية لايجا اتعين حكم طبعا السيدي افطري دلانية ايجت الحكومة هيدا عينت هالمتعاقدين هالخمسة مش حاكمه اربعة نعم خمسة طبعا ايجا رئيس جمهورية ما بدو اياهم عمل حكومة جديدة عين غيره ما بيقدر يعملها بيقدر يعملها اعتبرنا زمطنا من اللقطوع ما في ضرورة بانه نحن نفرج عن بقى رخص لابنوكي جديدة تيجي تأمن يعني اول ميلي لانه نحن وضعنا على القائمة الرمادية مش تمام ابدا ايجا وا لا اول شي يفوت دم جديد اذا بدك خبرات جديدة سؤالك جيد سؤالك مهم جديد سؤالك يعني ضرورة اعادة هيكلة خطة على ناصر في بلبنان وهيدا مطلب من قبل جميع يعني بالداخل وبالخارج وصندوق النقد وغير صندوق النقد انه يا عمي هاي الازمة المصرفية داي صلى بلبنان ثلاث اربع سنين ولو حالكم بقى تعيدوا هيكلة هالقطاع المصرفية شو يعني اعادة الهيكلة في مصارف بدو يندرس كاب بركا كل حالة بمفردة كل بينك لوحده شو وضعه ممكن يروع التصفي ممكن يسير في اقتراح لتدمج مثلا وساعتها من بعد ما انت تنقي الموجود تعمل عملية تنقية للموجود ساعتها بتفكر باستثمارات مصرخية جديدة ببلوكة جديدة أو حتى بمستثمارات مصارف ويستثمارات مصارف اندمجت فيما بينها عرفت كيف؟ ممكن ساعتها ممكن المستثمارات لذلك يتركوا الى ما هو قائم موجود ولكن بحل جديدة أو يروحوا بلونت كريمه يعني يروحوا مباشرة الى تأسيس مصارف جديدة ولكن انا شخصيا ضد العدد الكبير المصارف فيه يعني لبنان شوف تلك بدك رأيي لبنان بده خمسين نائب عشر وزراء وعشر مصارف سنتين وبده طول بالك طول بالك بده عشرين الف موظف مدني الجيش ما نحكي الموضوع الامن لانه في عنا اسرائيل وعنا كذا انا ما بحكي فيه لكن عم بحكي انا كإداريين خصوصا اذا فتنا بعمليات تلزيم دولية شفافة مش بايع مش بايع تلزيمات اللي عصرنط حياتنا اليومية وخدماتنا خدمات الدولة اليومية عصرنطة ما قلنا حق نعنا يكون عنا ماء بحرفيتنا ما قلنا حق يكون عنا كهربة بلمباطنا ما قلنا حق نمشي على طرقات من دول ما نفخت دوليبنا ما قلنا حق يكون عنا نظام اتصالات عصري سريع يلبي ما قلنا حق بكل هالأمور هاي ما ننعيش بالتخلف ما ننعيش منزوعي الحقوق بعبودية جديدة ما قلنا حق بشيء ما هلأ هو قلنا حق بكتير ولكن المشكل انه انه يالي مفروض نحنا شي يكون بديهي لقلنا ما في كهربة بالسوق الحر بيجي واحد بفتح كهربة معمل بيبيعها العالم بيمشي الحال نحنا عنا بديكون في موتار صغير بنا المنظمة نحنا نستمر هاي لأنه كمان الأمراض عم تتكاثر بلبنان حقيقة التلوث درجات التلوث صارت منتفعة جدا الموضوع النفايات شي يعني بالفعل بالفعل لبنان من دولة حضارية بالسبعينات تتبه لأربعة وسبعين لبنان كان الدولة الأكثر حضارة وتقدما وريادة بالشرق الأوسط كله سنة الأربعة وسبعين سنة الألفان وثلاثة وعشرين لبنان صارت دولة البلد الأكثر تخلفا لهالمنطقة داخل هذه المنطقة عادة الدول ما بتتقدم مع الوقت مفروض وخصوصا أنه صارنا ثلاثين سنة سلم أكثر من ثلاثين سلم ما بتتقدم مع الوقت شوف خدع خدع الصعيد الفردي الفرد ما لازم يتقدم هلا أنتين ما بيتقدم لم بيكون أمرجي لم بيكون سكرجي لم بيكون غير شي ما راح نسكره نحن دولتنا لعبة أمارا مصرياتنا وصراح وضونا مش إلهيك ما تقدمنا وعندك كزينو كمان مش إلهيك ما تقدمنا طيب بس خلفنا نحنا منزيد عدد المصارف أو منسمح مش منزيد بمعنى منزيد لأجل نزيد ما منخلق منافسة بينياتهم خدمات أحصان ما بيصير في عنا عشرة بزيادة جدية عشرة عشرة بزيادة عشرة عشرة مصارف تكون فعلا عندها رأس مال جيد يكون عندها حجم لبأس به بس هؤلاء العشرة بينتركوا للسوق يعني بالآخر مين بيقدر يشيل منه لا البنك المركزي هون بدوا يتعاطى بدوا يتدخل بدوا يتدخل بعملية إعادة هيكل القطاع المصري هذي أكيد بدوا يتدخل لأنه إذا تركنا المصارف لحاله شو عملوا حطوهم عدد المركزي شو عملوا لأ تركناهن هن يتدبروا أمورون بأنفسون شو عملوا أربع سنين وبيمروا عشر سنين ما بيعموشين لأ هذي مسألة من صلاحية ومن واجب البنك المركزي أن يقوم بعملية مصرفية إصلاحية إصلاحية مصرفية هلأ بتقلي الودايع السابقة بقلك الودايع السابقة منى من صلاحيات رئيس الجمهورية لازم كل يفهمها هذي من صلاحيات القضاء المحلي بعدني عم بقلك بحديثة كل القضاء الأوروبية ما قدر يعمل شيء مع رياض سابقة الانتربول ما قدر يعمل شيء تبين بالنتيجة أنه وحده القضاء المحلي هو القادر إذا بده هو القادر وفيه أن ينجابه هو القادر بدك تسأل القيادات القضائية ماذا تنوي عملوا وفعلوا بهذا الخصوص ما بتسألني إذا إيه بس المركز أعطاهم للدولة وانصرفوا يعني مهم دون يجوا عجبون تبين 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 أعطاهم للدولة وانصرفوا ممتاز راحوا لجياب ناس قسم كتير كبير منهم ممتاز وانصرفوا بس عم بيتبين هلأ فيه تقرير عم بقرة أنه يا عم هذا الشخص وهذا الشخص وهذا الشخص تبين أنه عندهم ثلاث مليارات دولار موجودات بأوروبا كيف معناتها معناتها لا مش كله منصرف لا غذة حسابات خاصة هلأ هذا الموضوع بعد مرة منه من صلاحيات رئيس جمهورية ولا من صلاحيات وزير همان هذا من صلاحيات القضاء المحلي يلي هو أقوى من القضاء الدولي إلا بحال وحد ذكرتلك تشكيل قوة دولية وإرسالها لإلقاء القضاء وإحالته إلى محكمة العدل الدولية على أمل أنه يقطع الأطوع على خير والمدعين كمان يقدروا ياخدوا أكبر جزء من أموالهم والليرة ترجع لمسار جدة بدل التثبيت المصطنع دكتور بدأ اشرا كتير على حضورك لهذه الحلقة ومشاهدي سبوتشوب بشكر حسب متابعتكم وإلى اللقاء بحلقة جديدة من برنامج الحكيم القراءة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة